مثال آخر على تبادل الأصول غير المتماثلة فبافتراض أن الشركة ألف لديها سيارات قامت بمبادلتها مع آلات للشركة با وفيما يلي البيانات الخاصة بكل منهما الشركة ألف تبلغ تكلفة السيارات في الشركة ألف 670 ألف ريال مجمع استهلاكها 220 ألف ريال ونذكر هنا بأن الفرق بين التكلفة ومجمع الاستهلاك يسمى بالقيمة الدفترية القيمة السوقية للسيارات 490 ألف ريال ثانيا بيانات الشركة با تكلفة الآلات 900 ألف ريال مجمع استهلاكها 150 ألف ريال والقيمة السوقية لها 710 ألف ريال فإذا علمت أن الشركة ألف قامت بدفع مبلغ 50 ألف ريال مقابل عملية التبادل فالمطلوب إثبات عملية التبادل لدى كل من ألف وباء وكما ذكرنا الإجابة كما ذكرنا هناك معلومتان يجب تحديدهما قبل عملية الإثبات لا بد لكل شركة أن تحدد تكلفة الأصل الذي تم الحصول عليه ثم تحدد مكاسبها أو خسائرها الناتجة من عملية التبادل فإذا رجعنا إلى دفاتر الشركة ألف الشركة ألف حصلت على آلات مقابل تنازلها عن السيارات في هذه الحالة يتم تحديد تكلفة الآلات التي تم الحصول عليها بالنسبة لألف بالمعادلة التالي تكلفة الآلات عبارة عن القيمة السوقية للسيارات أي للأصل المتنازل عنه زائد المبلغ الذي قامت ألف بدفعه إلى الشركة أي أن تكلفة الآلات تساوي 490 ألف ريال وهي القيمة السوقية للسيارات زائد 50 ألف ريال وهو المبلغ الذي قامت بتزديده للشركة باء إذن تكلفة الآلات 540 ألف ريال مكاسب أو خسائر الشركة ألف الناتجة عن عملية المبادلة وكما ذكرنا تحديد المكاسب أو الخسائر على النحو التالي القيمة السوقية للأصل المتنازل عنه وهو السيارات مطروحا منه القيمة الدفترية لها وقلنا أن القيمة السوقية للسيارات 490 ألف وقيمتها الدفترية 450 ألف وهي عبارة عن الفرق بين تكلفة السيارات ومجمع استهلاكها أو إهلاكها أم ناتج هنا 40 ألف ريال مكاسب إذن تمت المبادلة كما يلي القيد في دفاتر الشركة ألف حساب الآلات يجعل مدينة ب540 ألف ريال وهو يمثل تكلفة الحصول عليه ومجمع استهلاك السيارات لإقفاله مدينة 220 ألف ثم حساب السيارات يجعل دائنا بمبلغ 670 ألف ريال لإقفاله بتكلفته وأيضا حساب النقدية دائنا بـ 50 ألف وهو المبلغ الذي تم دفعه وأخيرا مكاسب استبدال السيارات دائنا بـ 40 ألف هذه المعالجة المحاسبية في دفاتر الشركة با إذا انتقلنا إلى المعالجة المحاسبية في دفاتر الشركة با نفس الأمر ستقوم الشركة با بحساب تكلفة الأصل الذي تم الحصول عليه وهو السيارات بنفس المعادلة بالقيمة السوقية للأصل المتنازل عنه وهو الآلات ناقص المبلغ المحصل القيمة السوقية للآلات 710 ألف ناقص المبلغ الذي قامت الشركة با بتحصيله من الشركة ألف ومقداره 50 ألف ريال إذن تكلفة السيارات بالنسبة للشركة با عبارة عن 660 ألف ريال المكاسب أو الخسائر الناتجة من عملية المبادلة للشركة با بنفس المعادلة القيمة السوقية للأصل المتنازل عنه وهو الآلات ناقص القيمة الدفترية له في هذه الحالة القيمة السوقية للآلات 710 ألف ناقص القيمة الدفترية 750 ألف إذن عملية المبادلة نتج عنها خسائر قدرها 40 ألف ريال بالنسبة للشركة با وعلى ذلك يتم الإثبات في دفاتر الشركة با على النحو التالي يوجع الحساب السيارات وهو الأصل الذي تم الحصول عليه بتكلفته مدينة ب660 ألف ريال وحساب مجمع استهلاك الآلات مدينة ب150 ألف ريال لإقفاله وحساب النقدية مدينة ب50 ألف ريال وهو المبلغ الذي تم الحصول عليه في عملية المبادلة كما يجعل حساب خسائر استبدال الآلات مدينة ب40 ألف وحساب الآلات دائناً ب900 ألف ريال لتخفيضه أو لإقفاله بتكلفته